وطالبات السنوية العامة يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في تسع مواد دراسية في كتاب واحد وهي التاريخ الجغرافية علم النفس والاجتماع الفلسفة والمنطق اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في عشر مواد دراسية في كتاب واحد وهي الفيزياء الكيمياء الأحياء الجولوجيا الرياضيات اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي زيرو مية تلاتة وستين ستة وخمسين متين ستة وتسعين تمانياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء الحلقة رقم خمسين صباح الخير على كل طلبنا الأعزاء صباح الخير على كل مدرسي المواد الفلسفية على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملحظتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنهم من الكمال النهاردة هيكون فوديافيتنا أستاذ المواد الفلسفية مستر عماد عبد الحليم صباح الخير يا مستر صباح الخير يا مستر أهلا وسهلا بحضرتك وبشكر حضرتك ودارة القناة على السقة الغالية بوجودنا وإن شاء الله نقدر نقدم مادة علمية لطلاب السنواء العامة وفقا لفلسفة التعليم الجديدة وإن شاء الله نتناول فراء علم الاجتماع لأن المجتمع بصفة عامة هو أساس الحياة والمجتمع يحتاج إلى دعم أفراده وبناء أفراده لأن المجتمع ينهض بأفراده وسوف تكون رسالتنا اليوم تتحدث عن قيمة التفاول الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية داخل المجتمع الذي نعيش فيه جميلة مستر حلقة موفقة إن شاء الله وبناء خليق إن شاء الله سوف نستعرض اليوم موضوع التفاول الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية للسنواء العامة فراء علم الاجتماع اتفاضل يا بستر اتفاضل حبي في البداية طبعاً لازم العنصر الأولاني التفاعل الاجتماعي أعرف معنى وأيضاً ما يتلطب عليه وهو العلاقات الاجتماعية هنا لما يكون أربعين طالب داخل الفصل بيتعاملوا مع بعض ده اسمه تفاعل لما يكون منهم شخصين أصدقاء أو بينهم علاقة تحت مسمى الصداقة والأخوة علاقات اجتماعية يبقى المعاملة بالشكل العام اسمها تفاعل اجتماعي بالشكل الخاص اسمها علاقات اجتماعية لأن احنا في النهاية نحتاج الكلام ده بعدين وأساساً الحياة الاجتماعية بتتطلب إيه؟ تتطلب تفاعل اجتماعي لأن ما فيش إنسان هيعيش لوحده في المجتمع لأن ما فيش إنسان هيقضي حاجاته بنفسه لابد من عملية التفاعل الاجتماعي فالتفاعل الاجتماعي هو أننا أكون بتعامل مع كل الناس وأقدر في النهاية ألب الحاجات والمتطلبات اللي احتاجها وما يحتاجه الآخرين أيضاً لأن في النهاية عملية التفاعل أو التعامل الاجتماعي مهمة داخل المجتمع والحياة الاجتماعية تتطلب ذلك داب هنا الحياة الاجتماعية بتطلب تفاعل اجتماعي يبقى الحياة الاجتماعية فيها فعل ورد فعل الفعل هنا بيكون من شخص الفعل بيكون من إيه من شخص بيعقبه إيه رد فعل من إيه من شخص آخر بمعنى وأنا خارج الصبح من البيت قابل تحد يمين تبدلت معايا تحية السلام عليكم رد عليها تحية إيه السلام يبقى أنا عندي الفعل واللي رد عليها عنده إيه رد الفعل تمام يبقى الحياة الاجتماعية أو التفاعل الاجتماعي يبقى الحياة الاجتماعية بتقوم على إيه على التفاعل الاجتماعي التفاعل الاجتماعي بيقوم من خلال إيه فعل ورد إيه فعل الفعل ده بيصدر من شخص أنا مثلا تبدلت التحية حد رد عليها تحية السلام يبقى ده إيه رد الفعل من الشخص إيه من الشخص ده بينكو سين اسمه تأثير متبادل تأثير ايه يبقى التأثير المتبادل اللي هو عملية التفاول الاجتماعي يبقى هنا حال الاجتماع بتحتاج تفاول ده بالتفاول ده بيتم ازاي عبارة عن فعل وعبارة عن رد ايه فعل رد الفعل هنا او الفعل ده بيسموه ايه تأثير ايه متبادل بين الاشخاص يبقى هنا لما نيجي نتكلم عن مقدمة مفهوم التفاول الاجتماعي مش هفهم تعريف التفاول الاجتماعي إلا مفهم المقدمة اللي عندي دي المقدمة بتقول إيه الحياة الاجتماعية بتتطلب تفاول الاجتماعي وده هيودين العلاقات الاجتماعية بعدين بس لازم أعرف يعني إيه مقدمة مفهوم التفاول الاجتماعي هنا الفعل يصدر من شخص ورد الفعل من شخص آخر زي التبادل والتحية ويسموا ده إيه تأثير متبادل هنا بقى مؤسس علم الاجتماع ابن خلدون أكد على الاجتماع الإنساني طب يعني إيه اجتماع إنساني طالب سنواء عامة في النظام الجديد أو فلسفة التعليم الجديدة لازم أعرف يعني إيه اجتماع إنساني الاجتماع الإنساني هو تجمع الناس في مكان واحد أو بينهم روابط ومصالح ورغبات مشتركة لأن محدش هيعيش لوحده فاحنا لازم نجتمع إنسانيا بيننا وبين بعض معاملات اجتماعية ليه لأن محدش هيعرف يعيش منعزل عن الآخر فبالتالي يتطلب من إيه ابن خلدون أكد على الاجتماع الإنساني يبقى الاجتماع الإنساني هو تجمع الأفراد داخل المجتمع بينهم روابط وعلاقات مشتركة ابن خلدون أكد عليها لأن إجباع الحاجات الاجتماعية بيتطلب أن احنا نجتمع إنسانيا نتكامل لأن التكامل الاجتماعي بيتم من خلال عملية الاجتماع الإنساني يبقى ابن خلدون أكد على الاجتماع الإنساني داب هنا في الامتحان ممكن يقول إيه ربط ابن خلدون بين الاجتماع الإنساني ومفهوم التفاعل صحة وخطأ العبارة إيه حتكون إيه عبارة صحيحة لأن ابن خلدون لما أكد على الاجتماع الإنساني ربطه بالتفاعل لأن الاجتماع الإنساني هنربطه بالتفاعل إزاي إن الأفراد لا يستطيعوا أن يعيشوا منعزلين ما فيش عزل اجتماعية هنه ليه؟ لأن أنا عشان أجبل حاجات الاجتماعية اللي أحتاجها مش هعيش لوحدي لازم أتعاون مع الآخرين لازم أتعامل مع الآخرين فلذلك ابن خلدون أكد على الاجتماع الإنساني لأنه عنده مبررات وأسباب للكلام ده عشان أفهم دعوة ابن خلدون للاجتماع الإنساني هنا لازم المبرر والسبب ده المبرر الأولاني أو السبب الأولاني لأن الأفراد لا يستطيعوا أن يعيشوا منعزلين رقم اتنين كيان الجماعة واستمرارها يعتمد على التفاعل الاجتماعي هنا طالب سنوية عامة يتكلم يعني إيه كيان الجماعة واستمرارها بيعتمد على التفاعل الاجتماعي زي ما احنا شايفين هناك هنا فيه أسرة الأسرة دي جماعة اجتماعية استمرار الأسرة ونجاحها بيعتمد على شكل التعامل بين أفراد الأسرة لو التعامل إيجابي سوف تستمر الأسرة ويحدث لها استقرار حتى داخل المؤسسات كمان داخل الأندين داخل المدارس داخل المستشفيات يبقى هنا لو هنا داخل المستشفى أو المدرسة كل فرض بيشتغل في المؤسسة دي من خلال العقل الجامعي وكل واحد عايز ينجح المكان اللي بيشتغل فيه أو المكان اللي بيكون موجود فيه ده بيعتمد على شكل التعامل بين أفراد هذه المؤسسة وكذلك الأسرة يبقى هنا لما يجيب لي أمثلة على كيان الجماعة واستمرارها وبقاها أعرف أن الأسرة جماعة اجتماعية أي مؤسسة زي مدرسة مستشفى جمعة دي جماعة اجتماعية فكيانها ونجاحها وباستمرارها بيعتمد على المعاملات أو التعامل بين أفراد المؤسسة أو أفراد الأسرة الموجودة يبقى هنا الاستمرار أو الكيان ده هيتم من خلال التفاعل الاجتماعي يبقى هنا التفاعل الاجتماعي مهم ولا مش مهم مهم طبعاً يبقى هنا مبررات ابن خلدون الاجتماع الإنساني قال لازم نتكاتف ونتكامل ونتعاون إنسانياً داخل المجتمع ليه لأن الأفراد مش هيعيشوا لوحدهم من عزلين كيان الجماعة واستمرارها ده من الجماعة مستر الجماعة اللي هي الأسرة أو المدرسة أو المستشفى ده بتعتمد على الايه على التفاعل الاجتماعي بين الأفراد ده مستر أحمد ده المبرر التاني أما عن المبرر التالت زي ما قلت إن الحياة الاجتماعية بصفة عامة تعتمد على التفاعل الاجتماعي ده أفهم إزاي مستر الكلام ده إحنا في حياتنا الاجتماعية بنحتاج لبعض أو بنكمل بعض فبالتالي هنا عندنا ده بيعتمد على التعامل بيننا وبين بعض أنا كمدرس بحتاج للمهندس بحتاج للدكتور بحتاج للعامل بحتاج للفلاح فكلنا بنكمل بعض داخل المجتمع فحياتنا الاجتماعية أيمة على التفاعل الاجتماعي بيننا وبين بعض أو بين أفراد المجتمع يبقى هنا ما ينفعش نعيش في عزلة أو لا يستطيع الأفراد أن يعيشوا منعزلين داخل المجتمع نجاح الجماعة أو كيان الجماعة بيعتمد على شكل التفاعل وأن الحياة الاجتماعية بتعتمد على التفاعل الاجتماعي يبقى نعمل كده خريطة ذهنية لللي فات هنا عندي تفاعل وإعلاقات داعي وللإيه؟ الحلقة أو موضوع النهاردة إن الحياة الاجتماعية بتعتمد على التفاعل الاجتماعي ده بيعني إيه تفاعل اجتماعي؟ لازم أفهم المقدمة التفاعل هو فعل من شخص يعقبه رد فعل من شخص إيه؟ آخر بيسموه إيه؟ تأثير متبادل تأثير إيه؟ متبادل تمام؟ جيه ابن خلدون وصق وأكد إيه؟ هذا الكلام أكد على الإيه؟ على الاجتماع الإنساني إيه هو الاجتماع الإنساني؟ أن يكون فيه مجتمع بين أفراده تعاملات أو علاقات أو تفاعلات اجتماعية تب ليه ابن خلدون أكد على الاجتماع الإنساني؟ لأن الأفراد لا يستطيعون يعيشوا منعزلين كلنا بنكمل بعض ومحتاجين لبعض رقم اتنين كيان الجماعة واستمرارها وبقاءها بيعتمد على التفاعل الاجتماعي زي الأسرة أو المدرسة أو المستشفى لو كل فرض داخل الأسرة أو داخل مؤسسة بنشتغل أو بنرب أولادنا داخل الأسرة وبيكون فيه تعامل إيجابي أو تعامل محترم بين كيان الجماعة هتستقر وتستمر إن شاء الله والحياة الاجتماعية زي ما قلنا كلنا محتاجين لبعض وبنكمل إيه؟ بعض نيجي بعد كده بقى من حيث ما أنا قلت إزاي عرف التفاعل الاجتماعي؟ مش أنا قلت إن التفاعل الاجتماعي كان مقدمة فعل من شخص بيعقابه رد فعل من شخص آخر وده بيسموه تأثير متبادل يبقى هنا أو معرف التفاعل الاجتماعي كده هو التأثير المتبادل الناتجان بين الأفراد والجماعات في المواقف والمناسبات المختلفة يبقى من حيث المقدمة مستر أحمد هنا بنعرف الطالب إزاي يفهم منهج إزاي يكون عنده خريطة زهنية للمنهج هنا التفاعل كان مقدمة فعل ورد فعل ده اسمه تأثير متبادل أنا تعملت معك فأسرت فيك أو أنت أسرت فيه فالتفاعل من هنا إيه؟ حاس إيه؟ هو تأثير إيه؟ متبادل ده بالتأثير المتبادل بيبقى بين فرد وفرد جماعة وجماعة في مواقف ومناسبات مختلفة سي مثلا صديق لك عنده فرح أو مناسبة دعاك أكيد أنت هتبادل إيه؟ هتروح له وكذلك لما يكون عندك مناسبة أو شيء أنت برضه هو إيه؟ هيجيلك فهنا التفاعل الاجتماعي فعل ورد فعل زي مثلا ما هتعمل معايا هعمل معاك زي ما هتتعامل معايا هتعمل معاك فبالتالي بيسموا التفاعل الاجتماعي تأثير متبادل بين فرد وفرد أو جماعة وجماعة ده بدأ بيتم إزاي؟ من خلال مواقف بتحصل بينكم من خلال مناسبة موجودة فده بيحصل نوع من أنواع إيه؟ التعاملات وده بيكون في حدود إيه؟ علاقاتك ومعارفك وإيه الناس اللي أنت بتتعامل معهم يبقى عشان فلسفة التعليم الجديدة بتعتمد على عامل الفهم مع أيضا إن إحنا لازم يكون عندنا حفظ بخارطة زهنية ما يكونش عندنا صم للمنهج أو يبقى عندنا مثلا كارزمة يعني مثلا عندنا الكتاب مدرسة على الهواء اللي معمول اختبارات ده هيكون شامل أسئلة فلسفة التعليم الجديدة اللي قايمة على تدريب الطالب على النظام الجديد واللي يكون إن شاء الله انطلاقة جديدة لبرنامج مدرس على الهواء في هذه القناة العظيمة المحترمة فبالتالي يا جماعة لابد إن إحنا نتابع ولابد إن إحنا نفهم عشان نقدر نحصل مادة علمية سليمة ده كان تعريف التفاعل ومقدمة في البداية قلنا مقدمة للتفاعل الاجتماعي وعرفنا التفاعل وتأكيد ابن خلدون على الاجتماع الإنساني قبل ما أبدأ الجزئية اللي بعد كده لازم أعرف برضو قيمة التفاعل الاجتماعي ده هيفيدني بإيه التفاعل الاجتماعي ده من حيث المقدمة هقولي الإيه الأهمية ده أنا عايز سؤال يا مصدر على الجزئية اللي أنت قلتها أما يجي يقولي صح أو خطأ مع التعليل أكد ربط ابن خلدون بين مفهوم التفاعل والاجتماع الإنساني يبقى هنا الاجتماع الإنساني مربوط بالتفاعل أيها العبارة إيه؟ العبارة صحيحة والمبررات قلناها لأن الأفراد لا يستطيع أن يعيشوا منعزلين كيان الجماعة زي الأسرة والمدرسة والمستشفى واستمرارها بيعتمد على التفاعل الاجتماعي والحياة الاجتماعية بتعتمد على الإيه؟ على التفاعل الاجتماعي والتفاعل ده عبارة عن فعل ورد فعل وبيسميه بينكو سين كده تأثير متبادل يبقى تعريف التفاعل هو التأثير المتبادل بين الأفراد والجماعات في المواقف والمناسبات المختلفة أعيز مسألها مصفر على التأثير المتبادل مثال بسيط كده أنت خارج من بيتك الصبح قلت تبدلت التحية مع حد فأنت قلت السلام عليكم ده فعل منك أنت كشخص رد الفعل اللي رد عليك التحية هو رد الفعل من الشخص الآخر وبيسميه ده تأثير متبادل بعد كده ان شاء الله هناخد أهمية التفاعل الاجتماعي اشتركوا في القناة أما نتكلم عن أهمية شيئة مصفر أحمد لابد أن احنا نعرف أهمية التفاعل الاجتماعي للفرض والجماعة والمجتمع يعني التعامل الاجتماعي ده أو التفاعل الاجتماعي ده هيفيد الفرض في إيه؟ والجماعة في إيه؟ والمجتمع في إيه؟ أول حاجة واحد ضروري لإجباع الحاجات الاجتماعية زي ما قلت في المقدمة محدش هيعيش لوحده أو محدش هيعيش منعزل عن الآخرين فبالتالي تعامل مع الناس داخل المجتمع ده مهم قوي لإجباع الحاجات الاجتماعية لازم بتتعامل مع مثلا المهندس عشان يبني لك بيتك مع الدكتور عشان يعالج أولادك مع المدرس عشان يعلم أولادك أيضا فبالتالي إجباع الحاجات الاجتماعية دي هتتم من فراغ؟ لا تتم من إيه؟ لا تتم من فراغ ليه؟ لأن التفاعل الاجتماعي هو أساس إجباع الحاجات الاجتماعية يبقى إحنا كأفراد داخل المجتمع لابد إن إحنا بنعتمد على التعامل الاجتماعي داخل المجتمع لأن مهم جدا في إجباع الحاجات الإيه؟ الاجتماعية يبقى دي الأهمية بالنسبة لمين للفرض الركز مع بعض لأنه ممكن في الامتحان يخصص للأهمية بالنسبة للفرض والجماعة والمجتمع ده بتاني ايه تاني حاجة اللي هي بتتم فيه أهمية التفاعل أو النقطة المهمة جدا التفاعل بيفيد الفرض في ايه له نتائج إيجابية على شخصية الفرض في مختلف مراحل حياته ده بنا عايزة أفهم النقطة دي طالب في جمع ربنا كرمه وسافر بأس الأوروب استقر أو اتعامل هناك لمدة عشر سنين هل ده مش هيأثر على شخصيته؟ أكيد طبعا هيأثر على شخصيته ليه؟ لأن تعامل مع شخصيات جديدة وناس جديدة فأثرت في تكوين شخصيته أو شكلت عقلية جديدة خالص فبالتالي التفاعل الاجتماعي لما بيكون إيجابي ده بيأثر على الفرض في مختلف مراحل ايه؟ حياته يبقى التفاعل الاجتماعي له نتائج إيجابية على شخصيت الفرض في مختلف مراحل ايه؟ حياته تفرق مثلا فرض عايش في قري انتقل للمدينة فبدأ يتعامل مع ناس جديدة الناس ده حاولت أن هي تعلي فكرة الطموع عنده شوية فبالتالي ده هتأثر إيجابياً ولا سلبياً؟ هتأثر إيجابياً ده فكرة الطموع عنده ده كوينت إزاي؟ أو جات إزاي؟ هل جات من فراغ؟ لا ما جاتش من فراغ طبعاً فلازم نكون عندنا إيه؟ الأساس اللي اتبنت عليه إيه هو الأساس اللي اتبنت عليه؟ هو التفاعل أو التعامل الاجتماعي يبقى ما فيش حاجة تأثر إيجابياً على شخصيتك إلا ما يكون لها أساس إيه الأساس اللي بيأثر على شخصيت الفرض؟ أو له نتائج إيجابية على شخصيت الفرض اللي هو التفاعل الإيه؟ التفاعل الاجتماعي 3. ضروري لاستمرار الجماعة وبقاء الجماعة اللي هي ايه؟ الأسرة وهو لازم أعرف الطالب مش أنا كمدرس أنا مش هقرأ لك المذكرة أو هقرأ لك الكتاب عشان ايه؟ أديك درس لا أنا لازم أفهم المصطلحات زي مثلا ما بجأ أقول لك في الإنجليزي اعمل لحصيلة لغوية واحفظ كلمات كتير عشان تقدر تكتب موضوع تعبير أو باراجراف مثلا في الإنجليز عشان أقدر أعمله يبقى عندك حصيلة لغوية وانت برضو يبقى عندك حصيلة فهم للمدى العلمية عندنا في علم النفس والاجتماع فأنا عندي كلمة الجماعة الاجتماعية مقصود بأيه؟ أسرة مدرسة أي مؤسسة فعشان تستمر أو يحصل لها عملية استمرار فلابد أننا بتعتمد على التفاول الايه؟ الاجتماعي يبقى هنا التفاول الاجتماعي ضروري الاستمرار الجماعة وإيه؟ وبقاءها لو أفراد الأسرة بيتعاملوا مع بعض باحترام وفي تقدير للطرف الآخر وتفاهم للطرف الآخر فبالتالي الجماعة الاجتماعية يحصل لها إيه؟ يحصل لها استمرار فرام هاد تمام؟ وإيه؟ وبقاءة ده الأهمية بالنسبة لمن برضو؟ بالنسبة للجماعة رقم اتنين كانت بالنسبة للايه؟ للفرد رقم ثلاثة عندنا بالنسبة للمجتمع التفاعل الذي يتم وفق قوانين وقيم متفق عليها يؤدي لإيه؟ تعاون بناء وتقوية الروابط وتعميق الصلاة وتماسك المجتمع دايماً لكل شيء أصول وقبل ما أقول النقطة دي لازم أتكلم يعني أنا عندي مثلاً في قرية الزعفران محافظة كفر الشيخ اتربينا كلنا على أصول وقواعد أن احنا محبين لبعض نتكاتف لبعض وافتخر أن أنا من هذه القرية دوماً ليه؟ لأن هي الأساس اللي تعلمنا فيه حبنا البعض وأساسنا البعض فهنا لما نيجي نتكلم عن موضوع التفاعل قلت أن التفاعل الذي يتم وفق قوانين وقيم متفق عليه دايماً لو في حدود للتعامل باحترام بيننا وبين بعض هينجح المجتمع ليه؟ لأن التعامل لما بيكون بحدود أو بقواعد معروفة وممنهجة بالشكل السليم هنتعاون بشكل بناء لو بنحترم بعض ونقدر بعض رقم اتنين تقوية الروابط إيه هي الروابط؟ اللي هي؟ العلاقات بيننا أنا أفراد المجتمع في حدود يعني فيه حد مثلاً تعبان أفراد القرية كلهم بيكونوا جنبه وبيسندوه في حد في مشكلة أفراد القرية معاه فبالتالي عندنا أن التفاعل اللي بيتم وفق قوانين وقيم متفق عليها ده بيخلينا نتعاون مع بعض علاقتنا تبقى كويسة ببعض تمام؟ طعميق الصلاة اللي هو طعميق العلاقات أنا أبي الله يرحمه الحجة عبد حليم لما يكون فيه عزة أو بيكون مثلاً فيه مناسبة وما رحتهاش كان يوبخني جداً لإنه بيقولك دايماً الإنسان بيكبر بأهله فبالتالي عشان تكبر بأهلك وبناسك وبمجتمعك لازم بتتربع الأصول والتربط على الأصول دي داخل الأسرة وداخل كل أسرة في كل قرية بتعمك الصلاة وبتماسك المجتمع لأن احنا كلنا المجتمع ده زي جسم الإنسان بالزبط الجسم كان عضوي أما المجتمع ده جسد واحد بأفراده بالتكاتف والتساند والتعاون وتماسك المجتمع وإيه؟ وتقوية الروابط فبالتالي برضو في المدينة بيكون داخل المؤسسات لو التعاملات بتتم وفق قوانين وقيم متفق عليها داخل المدينة أو داخل المؤسسات في قناة في نادي في مثلاً مستشفى داخل المجتمع الواحد في المدين فبالتالي طالما فيه حدود للتعامل وقوانين للتعامل هتلاقي كله بتعاون مع بعضه هتلاقي العلاقة القويسة هتلاقي فيه صلاة بينه وبين بعض في المناسبات وبالتالي يتماسك المجتمع والمجتمع المصري كله بعاداته وتقاليده يفخر به العالم لأن المجتمع المصري هو حضارة سبع تلاف سنة فبالتالي مجتمع بأفراده يعتمدون على التكاتف والتعاون والتساند لأن كل المجتمع بيكون فيه إيجابية وسلبية بس احنا كمصريين عندنا إيجابياتنا في جدعانتنا وقفنا جنب بعض فيه الصراء والضراء والحمد لله ده مهم جداً فيه ان احنا بنعرف طلبة سنواء عامة على القواعد والأسور سأزينك مستر عماد في فاصل قصير ونرجع تاني أعزائي طلبة وطالبات السنوية العامة يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في تسع مواد دراسية في كتاب واحد وهي التاريخ، الجغرافية، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في عشر مواد دراسية في كتاب واحد وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي زيرو مية، تلاتة وستين، ستة وخمسين، متين ستة وتسعين تمانياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء موسيقى 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 مرجع لكم تاني مع مستر عماد عبد الحليم فضل مستر أهلا ورسالة مع حضراتكم هنكمل بها أنواع التفاعل الاجتماعي استعرضنا مقدمة التفاعل الاجتماعي وأهمية التفاعل الاجتماعي سوف نستعرض سويا أنواع التفاعل الاجتماعي أول حاجة في أنواع التفاعل الاجتماعي التفاعل المباشر التفاعل المباشر هو التفاعل اللي بيتم face to face إن أحد قدامي بتكلم معاه هو بيتكلم معاه زي تفاعل أفراد الأسرة تفاعل الطلاب داخل الفصل ده بالتفاعل الغير مباشر التفاعل الغير مباشر هو التفاعل بين أعضاء شركة مساهمة طيب أنا عايز أفهم دي يا أستاذ يعني إيه كلام هاتلي مثال عشان أنا مش فاهم مثلا في محاسب شغال في بنك القاهرة فرع الجيزة في محاسب تاني شغال بنك القاهرة فرع قفر الشيط هنا التعامل اللي هيتم هو في حوالة بنكية هيتم بين الشخص اللي في الجيزة والشخص اللي فيه فيه قفر الشيط ممكن يكلموا بعض من خلال سيستم البنك ويحول له الحاجة اللي هو عايزة أو يوصله بالحاجة اللي هو عايزة يبقى التعامل هنا تم من خلال إيه؟ السيستم ما شافوش بعض ولكن يكلموا بعض من خلال سيستم البنك وإيه؟ وإيه؟ وعمل الحوالة البنكية فده التفاول غير إيه؟ يبقى لازم أفهم كطالب لأن الأمثلة مهمة جدا للفهم لأن أنا لو حفظت وحليت أسئلة تقليدية خلاص فكتاب مدرسة على الهواء سوف يستعرض إن شاء الله كل هذه النوعيات من الأسئلة اللي فيها نوع من العنق اللي بشكلها أكبر خبراء علم النفس والفلسفة النوع الثاني عندنا هو التفاعل البناء والتفاعل هدام وأنا هجيب مثال على طلبة السنواء العام في مجموعة من الطلبة دعوا إن هم يتعاونوا مع بعض ويذاكروا مع بعض ويعملوا تشكيل المادة العلمية من خلال فكرة العقل الجمعي ده بيعني إيه عقل جمعي؟ إنه كل واحد عنده فكرة كويسة في مذاكرة المادة العلمية أو استعراض المادة العلمية وبيتعاونوا مع بعض من أجل نجاحهم في المادة العلمية ده إيه؟ ده التفاعل البناء اللي بيؤدي إلى التعاون خلي بالك من الحتة اللي جاهد دي بقى الهدنبه إذا حل الصراع محل التعاون يعني إصراع وحل محل التعاون الصراع اللي هو الخلاف الطلبة اللي تعاونت مع بعضها دي حصل بينهم غيرة بينهم ومن بعض فبالتالي الغيرة دي عملت خلافات فبعد ما كان بيحصل تعاون يا مصدر اتحول التعاون ده لإيه؟ لخلاف بسبب إيه؟ بسبب الغيرة بين الطلاب النوع الثالث اللي هو عندي فردي وجماعي الفردي ده بن شخصي زي ما قلت من شوية تبادل التحية بن شخصي فعل ورد فعل التفاول بقى الجماعي بين مجتمع أو عدة مجتمعات بنشوفها في البرتوكول اللي بين الدول بين مثلا الشعب الإماراتي والشعب المصري ده اسمه إيه؟ تفاعل جماعي يبقى بين مجتمع أو عدة إيه؟ أو عدة مجتمعات عندي نوع ثالث اسمه تلقائي وعردي تلقائي زي تبادل التحية ده طبيعي تلقائيان أنا عديت على حد قلت له تحية هو رد عليها تحية ده تفاول اسمه إيه؟ تلقائي من قبيل الإيه؟ الصدفة التفاول عرضي اللي هو التفاول المفاجئ التفاول المفاجئ زي تفاول المجتمعين حول حدث ما أنا خارج من البيت خرجت من البيت لقيت لقدر الله حدث على الطريق فوقفت مع الناس اللي إيه؟ اللي موجودين في الحدث ده ده اسمه تفاول إيه؟ عرضي أو مفاجئ النوع الخامس اللي هو دائم ومؤقت والتها ومفهومة الدائم اللي هو بين أفراد الأسرة أفراد الأسرة دوماً أو باستمرار بينهم تعامل أو إيه؟ تفاول هل سأزلك فاصل قصير يا مستر عماد؟ مش فاصل قصير ونرجع لكم تاني ورجعنا لكم مرة تانية مستر عماد عبد الحليم صدر مستر نكمل مع بعض بقى تكملة لموضوع التفاول الاجتماعي هنكمل العلاقات الاجتماعية التي تترطب على التفاول الاجتماعي زي ما قلنا مقدمة عن التفاول الاجتماعي في مقدمة العلاقات الاجتماعية بس في معادلة بسرعة كده لازم أعرفها أن الحياة الاجتماعية تؤدي لإيه؟ تفاول الاجتماعي والتفاول الاجتماعي يؤدي لعلاقات إيه؟ علاقات اجتماعية لأن ده كلام هنحتاجه دلوقتي لأن الحياة الاجتماعي تقوم على التعامل بين الأفراد والتعاملات أو التفاولات تؤدي إلى علاقات اجتماعية في حاجة مهمة جداً بيقول لي إيه؟ الصلة بين الفرد والمجتمع أساسية ليه؟ لأن الفرد لا يستغني عن المجتمع ولا المجتمع يستغني عن الأفراد أو الفرد يبقى هنا الصلة أساسية لسبب الصلة أساسية بين الفرد والمجتمع لأن الفرد لا يستغني عن المجتمع ولا المجتمع يستغني عن الفرد أو أفراد المجتمع ده بلازم أعرف السبب الفرد مش يستغني عن المجتمع ليه؟ لأن الفرد يجد ذاته في المجتمع يعني إيه يجد ذاته في المجتمع؟ الدكتور كيانه بإيه؟ بأنه يعالج المرضى بالشكل السليم وده يشهد له داخل المجتمع أنه هو طبيب كفء المدرس اللي بيعلم طلابه لما يعمل نتائج إيجابية كل سنة ده طبعاً بيشكل لكيان كذلك كل أفراد المجتمع كل من في مجاله مش هيشوف كيانه أو هيكل كيان إلا من خلال إيه؟ المجتمع وأفراد المجتمع هم اللي بيشكلوا كيانه من خلال مجال إيه؟ سواء مدرس أو طبيب أو مهندس الأمر الآخر ليه المجتمع بقى مش بيستغنى عن الأفراد؟ لأنه ما فيش مجتمع بدون إيه؟ أفراد لا يوجد مجتمع بدون إيه؟ أفراد لا يوجد مجتمع بدون إيه؟ أفراد اللي يبقى الفرض لا يستغنى عن المجتمع لأن الفرض يجد ذاته في المجتمع والمجتمع يحتاج لأفراد ده بلايه المجتمع محتاج لأفراد؟ المجتمع محتاج لأفراد لكي تستمر لإيه؟ لكي تستمر الحياة يبقى هنا الصلة بين الفرض والمجتمع أساسية لأن الفرض لا يستغنى عن المجتمع والمجتمع لا يستغنى عن الأفراد لأن الفرد يجد ذاته في المجتمع والمجتمع يحتاج أفراد لكي تستمر الحياة ده ممكن في الامتحان نجيب سؤال وفقا لفلسفة التعليم الجديدة بيقول الصلة بين الفرد والمجتمع سانوية طبعا العبارة خطأ لأن الصلة بين الفرد والمجتمع أساسية لأن كل منهما لا يستغنى عن الآخر كيان الفرد ونجاحه هيكون من خلال مجتمع ومجتمع سوف ينجح بأفراده وسوف ينهض بأفراده لذلك الصلة بين الفرد والمجتمع أساسية نيجي بعد كده لتعريف العلاقات الاجتماعية طبعا قبل ما أقول تعريف العلاقات الاجتماعية حياة اجتماعية تفاول اجتماعي التفاول اجتماعي يؤدي لعلاقة ايه؟ اجتماعية تعريف العلاقات الاجتماعية هي السلوك الذي يصدر عن مجموعة من الناس بحيث يكون كل فعل من الأفعال آخذا في اعتباره المعاني التي تنطوي عليها أفعال الآخري كده يا مصدر انت قلتلي التعريف كده صامت أنا عايزة أفهمه عشان أفهم تعريف العلاقات الاجتماعية أفهم أهمية الفعل الذي قمت به يبقى العلاقات الاجتماعية أفعال لابد أن نفهم معناها يعني انت عملت تصرف أو فعل ايه فايدة تصرف اللي انت عملته أو قمته يبقى هنا تعريف العلاقات الاجتماعية هي السلوك الذي يصدر عن مجموعة من الناس نقول مثال مدرس في مدرسة جاب هدية مثلا لامدير المدرسة لأن امدير المدرسة بيتعامل معاه كويس بيقدره بيحترمه فبالتالي وفقا للتأدير اللي بيعمله ومدير المدرسة مع المدرس ده فبالتالي بيقدم له ايه هدية ده ايه زي تكليل للمعاملة السليمة او المعاملة الايجابية بينهم وبين ايه بعض صديق لك في عيد ميلاده جبت له هدية صديق لك عنده عزاء او فرح رحت له فبالتالي تحت مسمى العلاقة الاجتماعية ان انت الفعل اللي بتقوم به ده معنى ايه بتقوم بليه فبالتالي العلاقات الاجتماعية هي عبارة عن فعل بفهم معناها او افعال بفهم ايه معناها افعال بفهم ايه معناها فده تعريف العلاقات الاجتماعية بعد كده اهمية العلاقات الاجتماعية الاجتماعية الآية القرآنية بتقول يا أيها الناس إن خلقناكم من زكر وأنسى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرف القرآن الكريم أكد على أهمية العلاقات الاجتماعية في كل مكان وفي كل زمان لأن هي الغاية من الوجود الإنساني هي العلاقات الاجتماعية وضرورة من ضرورات الفرض والجماعة وتؤثر في تفكير وسلوك وشخصية الفرض منذ لحظة الميلاد وحتى وفاته فبالتالي هنا الفرض بيكون داخل الأسرة علاقته بأفراد الأسرة بوالده والدته إخواته ده علاقة اجتماعية بتبدأ من حيث المكان اللي بيعيش فيه أو بتنشأ فيه حتى في الروضة حتى في المدرسة حتى في الجمع فالعلاقات الاجتماعية مهمة جدا وضرورة من ضرورات الفرض والجماعة لأنها عنصر مؤثر إجابي جدا لسلوك وتفكير وشخصية الفرض منذ نشأته حتى وفاته لأن العلاقات الاجتماعية ضرورة من ضرورات الفرض والجماعة الجانب الأخير أو النقطة الأخيرة اللي أنا عايز أتكلم عليها جوانب أهمية العلاقات الاجتماعية وذي طبعاً بتكون فيه الامتحانات فيه سنوية عامة فلازم أركز فيه هذا الأنصر جوانب أهمية العلاقات الاجتماعية بسرعة كده واحد الجانب الاجتماعي الجانب الاجتماعي بيهدف إلى مساعدة الأفراد على الاندماج السوي للجماعة والتكيف مع مختارب سافر دولة غير الدولة اللي بيعيش فيها فبالتالي قدر يتأقلم ويعمل علاقات جديدة في المكان اللي راحه فده إيه؟ جانب اجتماعي بينجعه الجانب الثاني اللي هو الجانب الأخلاقي لو تأكيد أو ترصيخ مبادئ اجتماعية عامة تحترم حرية الفرض وتقدير القيم الاجتماعي إن العلاقات الاجتماعية فايدتها أن أنت بتحترم رأي غيرك وبتقدر القيم الاجتماعية زي الأصول اللي بتتربى عليها وتتعامل بها مع الناس داخل المجتمع العنصر الأخير الجانب النفسي اللي هو الشعور بالأمن والأمان والارتباط بالآخرين والانتماء الشعور بالانتماء كمان زي مثلاً أنت محبوب من الناس داخل المجتمع فعندك إحساس بالأمان كشعور نفسي لأن علاقتك بالناس كويسة مرتبط بالآخرين لما بيكون حد تعرفك مشكلة بتقف جنبه وبتحس بالانتماء لما بنشوف داخل مؤسسات زي النادي الأهل ونادي الزمالك بيبقى فيه انتماء لللاعبين الموجودين داخل النادي لأن ده في النهاية فيه انتماء للمكان نفسه وبكده يكون خلصنا درس التفاعل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية وإن شاء الله بالتوفيق لكل طلاب السنواء العامة قدر المسترمين أحسن تاني السلامات وحلقة من حلقات الشيقة ونتمنى نشوف حدك إن شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله بإذن الله وتمنياتنا القلبية لكل طلادنا الأعزاء بالتوفيق والنجاح دائماً شكرا لكم يا شكرا